السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا داكاترة معيدنا النهاردة باذن الله تعالى مع درس فلسفي كده من دروس الكميونيتي والانترنال ميديسين معاناة بريفينتف ميديسين الطب الوقائي اللي لسه دخل لنا كعلم جديد عندنا هو والاكيوبشنال والجيرياتريك ميديسين التالتة دول ظهروا بعد الحرب العالمية التانية بسبب التطور في الهيلف فاسيليتيز تمام هناخد الطب الوقائي وبلون تاني لكن بدرجة اقرب لي يعني ايه هو ده درس واحد ولا درسين لأ هو ده ده درس واحد ماشي لكن مختلف عليه شوية وزي دروس كتير هتعدى عليك او هنعدى عليها مع بعض هتلاقي ان الجزء ده بيشرحوا لك قسم الكميونيتي اما بيشرحوا لك قسم اتخنقوا عليه مين يشرحوا فقسموه على جزئين زي ما انتم شايفين ماشي انا النهاردة جاي اعمل معكم ايه في الدرس ده يعني نروحنا كده على فهرس او فهرس من الفهرسات المختلفة بظهرها ليكم معانا الدرس الاولاني وعدين عليه والتاق والتاني برضو عدين عليه دلوقتي نروح للتالت هنا الدرس ده زي ما قلت لكم فلسفي للاسف في انت عليك حاجتين رقم واحد كراءة الكتاب رقم اتنين حفظ السمر اللي انا بعمل هالك بس عالكش اكتر من كده بعد ما تكرق الكتاب زي الشخص المحترم كده تكت تحفظ السمر اللي انا هكتبها لك دلوقتي هنا وهنحل اسئلة مع بعض فانت يا دوب هتكرق الكتاب والتعدي على الفيديو ده والسلام عليكم باحسن امتياز في الامتاحات بازن الله تعالى حلو الكلام الدروس يا ده كترة اللي رابطة بقى بين الكميونيتي والانترنال ميديسن معظم اعتمادنا هيبقى على اسئلة السنين الصبق واللي هتاخد معظم او البلق الاكبر من الفيديو هاب بتاعتنا تمام بتاوكلنا على الله قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض في الطب الوقائي هو ده بيتكلم عن ايه اكيد احنا هنعمل للمرض صح ما هو ده مبدأهم الوقاية خيرهم من العلاج لكن في منه مراحل على حسب مراحل المرض ومراحل المرض اصلا بتبقى كالاتي بنبدأ يعني عامل خطر ادى او ممكن يؤدي الى المرض ثم معانا المرض نفسه وبعد المرض هو فيه كمان بعد المرض ايوة فيه في المضاعفات بتاعت المرض وبعدين لا ما تقوليش بقى فيه بعدين اخرن هنا الموت فبيقول لك ده احنا بنعمل بتلات اشكال لاما اللي احنا نمنع او اللي احنا نمنع اللي احنا نمنع دية مراحل المرض ايدي كاترة ونفهمها بمثال افضل افرد واحد اوبيس طخين مش ده ممكن يؤدي الى المرض اللي هو دخل في سكر طب وده من مضاعفاته ممكن على سبيل المثال يدخل في ومضاعفات كتيرة كلها تؤدي الى الموت في الاخر ان انت روحت له ومنعت او قللت من يبقى ده اسمه طب لو رحت له وهو عنده السكر وديت له انسولين وعليكت له السكر ده طب لو رحت له عشان تمنع ان الديابيتك فود دية تحصل او انك تعالجها برضو دية بعد كده عندنا الموت وقبل كده في حاجة فيه برضو قبل كده الناس اللي مش اوبيس اصلا ممكن ننصحهم والله كله اكل كويس مش عارف ايه كلام من ده نمنع ان ان هي تدفلوب ودي حاجة اسمها وهي عمتا بتقوم على التعلم تمام يعني عاوزين مثال تاني مفيش مشكلة واحد عنده لمرض معين سبيل المثال دخل في يبقى احنا لو نجي نعالجه يبقى ده ده ادى الى دخل تجي تم مع اسمه بعد كده يدخل في من قبل كده اصلا علمته ازاي ما يدخلش او يعمل وقاية من اهدية حلو الكلام حلو الكلام ده او باختصار شديد على فكرة نروح بقى ننقل لقصة الانترنال والله اه علشان تمنع من الحدوث او نقللها في انت اول حاجة لازم تعمل يعني تقيم الخطر ده هو قوي ضعيف مش عارف ايه كده حرفيا وفي بعض الاخطار انت ما تدرش تغيرها اصلا وده من التقييم بتاع الريسك زي ايه مسلا بس نكتب الجملة دي الاول انا بكتب لكش الا المهم وهتشوف بنفسك في الاسئلة بيقولك حاجات زي مسلا العمر واحد كبر في السن يعني غالبا هيدخل في كاتركة والاكموديشن بتاعه هيقل بالنسبة ملحوظة او مسلا على حسب السيكس الفيميلس مسلا عرضة اكتر البريست كانسر الميلس مسلا عرضة اكتر لكزا وهكزا حلو الكلام فلو حابب تكتب كده انت دي مهمة قوي علشان هناخد المختلفة واكتر بتختلف على حسب فئتك العمرة العمرية فين بالزبط هل انت كبير وسط صغير كده تمام عرفنا قيمنا الحمد لله تاني حاجة بايه هنبدأ في شغلنا الاساسي احنا هنعمل نقلله بقى والكلام ده هقولك تاخد في الاخر فما تقلقش وخليك تكتبه برده هنقلل الريسك ازاي هنعمل يعني هنستشير العيان كترجمة حرفية واللي احنا هنعلمه يعني تعليم والكيمو بريفنشن هنمنع بالادوية زي اللي بياخد اسبرين اللي على اساسه نمنع نفسه من الجلطات ومعلومة مهمة ان ده ممكن نستخدمها كبرايمري او ترشير بريفنشن لانك لو طلعت فوق كده ممكن نستخدم هنا مع الكيمو بريفنشن او نستخدمهم هنا قبل الدزيز او بعد الدزيز ماشي عليك برضو الكومونست كومونست ايه اللي هو اكتر حاجة شهرة في ايه بالزبط هتعرف كل اللي اللي ما بكتبه لك ده امسي كيوز فانتبه اولا الكومونست ريسك فاكتور اكتر ريسك فاكتور بيؤدي الى الوفاة ماشي في ده الكومونست اللي بيؤدي الى الموت والله هي كاكتر حاجة مشهورة هي اكتر حاجة تدخلك في امراض هي التدخيل وهناخد درسي للوحدي طب مرض اكتر مرض يدخلك في الموت لا ده امراض القلب ودي كلها حصائيات يا دكاترة والحاجات دي معظمها حفظ انا بجمع لك الاهم اللي امتحيها وده حط لك وبين قصين كده ندام مهم او يعني خصيصا اكتر في كبارة العمر بيكون عندهم مشاكل في القلب اكتر طب والاصغر سنا مفيش مشكلة نكتبها لك كنوتاية اهو او الحوادث دي اللي بتبقى كومينست كوزوف ديث في الالشيلدرين والميدل ايجيس يعني الحوادث هي تقيت الاطفال مش شايفين وهما بيعدوا الطريق اتخبطوا مش عارفوا ايه كده يعني اما كبارة السن لا دل بيموتوا من امراض القلب اكتر حلو الكلام لحد دلوقتي حلو الكلام احنا بندرس في ايه دلوقتي عشان تهت منك احنا بندرس في الطب الوقائي وعوامل الخطرة اللي بتؤدي الى المرض وعرفنا مراحل مربوطة بمراحل التطور وعرفنا ان اول خطوة من خطوات تقليل خاطر المرض وبعد كده عملنا فعليا بالكاونس والكيمو وبعد كده عرفنا تمام? هنعمل خط كده اهو وندخل على يعني احنا هنعمل تستات على كبير من الناس عشان نشوف هل عندهم المرض دا ولا لأ او حتى عندهم دا ولا لأ بس مش اي مرض نختاره دا لازم ان يكون عنده معينة دا كترة كلاقاتي تعرفهم في حروف لازم المرض او اللي انت هتعمله تستات على مجموعة كبيرة يعني مثلا السكر يبقى حاجة حلوة لانه يحتوي على ايه يا دي لازم ان يبقى مقبول من ناحية الاحصائيات بتاعته وان هو بيدي قليل واسعاره معقولة تمام? ولازم ان يبقى يعني يؤدي الى نتيجة افضل ما بعد وكمان بتاعه يكون مهم مهم لايه? مهم للموت وبيؤدي العاهات يعني دا مش اي مرض احنا اخترناه اللي احنا نوسعه نعمله تستات على مجموعة كبيرة من الناس ونكلف نفسنا الا وهو مقبول ونتيجته هتبقى حلوة وسببه او هو دا سبب من اسباب الموت الرئيسة وان هو فعلا نقدر نستخدمه اللي احنا ندكت المرحلة ما قبل المرض احنا بنعمل للريسك فاكتورس واخيرا ان هو يكونش سفيشن واحنا هنا بتكلم على يعني العلاج بتاعنا يكون فعلا كافي ان احنا بعد ما عملنا للمرض دا بالسكرينك تيست نقدر نعالجه مش خلاص عملنا بس من الادارش نعالجه لا ودية الكيووردس يا دكاتر حروف اي بي سي دي اس اتلايهم في دي الكيووردس بس مش اكتر عاز تفهم اكتر اتروح لي على الكتاب تنزلي عند ونقرأ مع بعض فين اخدنا وهنا ماشي هنزل لتحت هنا اخدنا في ماشي واخدنا في ماشي هنزل لتحت اهو هنا هنزل لتحت اهو دي حروف اي بي سي دي اس قلنا 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 حابب تعمل لك نمونيك تاني اللي حت دي برضو مفيش مشكلة عاوز توقف برضو وتكرأ عشان تفهم اكتر برضو مفيش مشكلة السيادة كاترة مش بس ممكن تبقى ممكن تبقى حاجات تانية واحنا ناخد لها دلوقتي في حاجات لازمة تعمل لها سواء انت هتقدم عليها ولا لأ لفئات معينة فئات عمرية معينة زي مثلا عندنا الكوليسترول لازمة تعملوا للمين الاكتر من خمسة وتلاتين سنة سواء عندهم سواء عندهم عامل تؤدي ان هما يمرضوا فعلا من الكوليسترول ولا لأ لازمة تعمل لهم لنسبة الكوليسترول في الدم اللي عندهم وتعملوا للناس اللي اكتر من خمسين سنة والارقام دي كلها حفظ اللي انا بكتبها لك وظاهرها لك على الشاشة ومش عشوائية ما تلاقش دي مختارة بنعملوا ازاي الكوليوريكتال كانسر ده اول الكانسر السرطان اللي بيبقى موجود في الكولون والريكتم بنعملوا بحاجة اسمها الفيكل اكلت بلود تيست اه كل خمس سنوات ولا حاجة ايوة بس اي حد اكتر من خمسين عام لازمة نعمل وده ميليا ده كاترة بيبقى كومن اكتر فيه اما الكومن اكتر في الفيميل بتعمل لهم مامو جراب يعني بتعمل اشعة على المامر جلاند او البريست يعني يا طرى ليه او اللي مين اصلا في الاول بنعمل لهم للفيميلس اللي عندهم اكتر من خمسين سنة عشان نيدكت نيدكت البريست كانسر وببين قوسين كده هوت ده فيري كومن ان ايجيبت البريست كانسر ممكن نعمل ايه تاني سكرينيك تيست ممكن نعمل حاجة اسمها البون مينرال دينسيتي يعني كسافة المينرالز جوه العظمة لو كانت كسافتها قليلة يبقى ممكن يدخل مسلا في هب فراكشر او كسور في اي عظمة في جسمه نعملها للناس اللي اكتر من ست من خمس وستين عام وبندلهم فيتامين دي عشان يحافظ على العظم بتاعه تمام ممكن نعمل تيست اسمه الباب تيست وده بنستخدمه عشان نيدكت اللي هو السرطان بتاع عنق الراحم يعني حلو الكلام يبقى احنا من درسنا العرفنا الخامسة ايه وعرفنا شوية ايتمس للسكرينيك تيست وحفظنا الاقام بتاعتهم لقدامك دي في موضوع صغير كمان كده متبقي حرفيا كلمتين فاركز معي اللي هي يعني ندي التطعيمات بقى عندك اتنين مهمين قوي تحفظون تطعيم وده ده كترة آآ بكتيريا بتروح هي شكلها كوكل يعني دائري بتروح تعمل نيومونيا او التهاب في الرئة لازم ان تدي التطعيم ده للناس اللي عندهم اكتر من خمس وستين عام وبندي تطعيم الانفلوانزو اكيد دي معلوم انت تعرفها يعني يعني سنويا وبيقول لك نوتاية هنا كمعلومة جديدة عليك ان انت لو اخدت اسبريم لما احنا مكالبها في تطعيمات او ادوية حتى كوقاية ده بيقلل مخاطر البلد كلوتس تكوين الجلطات دي المعنومة اللي انت تعرفها اللي انت ما تعرفهاش ان هو برضو بيقلل من مخاطر سرطان القولون عن طريق بيعمل سيولة في الدم فبيقلل من كولون كانسر ونعرف المكانزم بتاعتها في وقتها ويقلل فرص الجلطات اللي هي والكلام ده احنا بناخد لحد دلوقتي حاجات معظمة حفظه واحنا خلصنا الملخص بتاعنا خلاص حبيت يا استاذ يا محترم تاخد في اللحظة الحالية تمام معك ثلاث سواني عندك خيارين لايه ما تكتب الكلام ده عندك عشان تحفظه او انك تطبع الورقة لو انت مستعجل يعني بس مش اي طباعة دي طباعة بالليزر هتبقى غالية شوية بس هيوضح لك الكلام المكتوب بازن الله كتبته كله تمام نروح بقى الاسئلة استأذنك توقف الفيديو قبل كل سؤال وتحاول تجاوبه بنفسك ان انت فعلا سمعت الكلامي وكتبت الملخص هتلاقي ان الاسئلة معظمها من الملخص يعني بين كل عشرة اسئلة تسع اسئلة من الملخص تمام ودي كلها متحانات سابقة يعني وبيجي منها في بنك الاسئلة امشي معايا وتوكلنا على الله ركز معايا وشوف السؤال ده كده بيقول لك طبعا اللي هو بتاع البكتيريا اللي اتفقنا شكلها كوكل اللي هي الدائري كده وبتسبب في اللي هو التهاب في الرئة التطعيم بتاعه بيتاخد اللي عمرهم خمسة وستين عام او اكتر وطبعا انا مديك الزبدة هنا اوه اللي بتاخد خمسة وستين عام او اكتر واقف بقى هنا قبل كل سؤال وحاول تجاوبه بنفسك احيانا الاسئلة هتبقى محلولة تمام يقولك ركز هنا لأ ده كانش كان بازن الله تعالى امراض القلب او واحد بقى كبر في العمر اكيد قلبه ضعف ففرص انه يجيله امراض القلب زادت ونروحنا هنا على الدياجرام ده هتعرف ان الكنسر كان اللي عندهم خمسة واربعين الاربعة وستين لكن كان والصغيرين طيب انت افكر فيها منطقي برضو وحاول تلاحقني انك توقف الفيديو بسرعة بيقولك حتى وانا بكره السؤال كده حاولت توقف عشان تجابه بنفسك وتكره هنا الاجابة طبعا هو السبب الاعلى على مستوى العالم في الموت ما عادة على الفكرة بسنة عشرين عشرين تفوقت عليها كوفيت ناينتين ساعتها بس يعني بقض النظر ركز معا في السؤال ده وقف احاول تجابه بنفسك ده السؤال اصلا يعتبر او مش لكن ركز معايا جاي يسألنا في ايه? جاي يسألنا في بتاعتها اللي هو يعني مجموعة من الناس مع ده السمتومس احنا جينا نعمل لهم عاصل نشوف هلا عندهم المرض او ده ولا لأ فهنفتكر حروف اي بي سي دي اس ان كنت انت حافظها بالطريق دي حافظتها بالطريق تاني فيش مشكلة اهم حاجة لازم لي بقى important cause تمام ده حرف سي او تاني حاجة انه فعلا بيديتكت الديزيز حرف دي او تالت حاجة انه بتروديوس حرف البي هتبقى معنا الخيار التاني هي الاجابة دي هتقولي في الكتاب ما هو كاتب لي بيدي اولا يعني انه فعلا عنده المرض ده لكن لا يبقى ان التحليل بتاعك قال ان هو بس في الحقيقة انه فعلا ما عندهوش المرض ده ولازم يبقى وليس يعني يعني الرقم ده قليل لما تيجي تعمل تحليل نسبة الناس اللي اخطأ معهم التحليل نسبة قليلة لو روحت هنا في برضو كتب لك او ريت تمام الاجابة احنا اتفقنا ان هو او لا الاجابة تروية دي كترة هنا لو كتب لك موست كومن ريسك فاكتور يبقى ماشي لكن لو كتب لك ديزيز يبقى فولس لا انت بلغبط معي معلش بص هنا بص هنا كده انا كتب لك بس الكومونيست ريسك فاكتور سموكينج ماشي بس الكومونيست ديزيز الهارد ديزيز في فرق من المصطلحين ماشي سؤال ترو ار فولس بيقول لك هل ده صح ولا لأ اه لما الواحد يكبر في العمر فوق الخمسين احتملية ان يجيله سرطان في القولم بتاعها لو روحنا على الملخص هنا الكولوريكتل كانسر اكتر من خمسين عام لازم ان نعمله سكرينج تيست عشان احتملية ان يجيله كولون كانسر علي سؤال زي ده محلول فخلص يعني هنعدي عليه واحط لك عليه نجمة برضو عشان تفكر لي فيه وازا عندك اعترض عليه تكتب لي في الكومنتات تحت اصل الاختيار الرابع مش موجود هنا مفيش مشكلة بص كده على السؤال ده لما انت بتعمل 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 بتحسن من الحصة وبتعلم الناس عن الصحة لكن هل تبدأ على طول كده اول واحد ما يجي لك بعملية جراحية لأ بش بنبدأ بالعملية الجراحية بيقول لك إن كاتب لك عام الفين وعشرين فالاجابة فعلا كوفيت نايتين بس طالما كاتب لكش الفين وعشرين يبقى الاجابة السؤال ده يعني من ابتحان سنة الفين وعشرين عشان كده اجاباته مساعتها كانت صحة هنا الاسئلة بتبقى فخلي بالكم والله لو شفت النلخص بتاعي كنت هكتب لك او كاتب لك إن المامو جرام اكتر من خمسين ده اكتر من خمس وستين اما الكوليسترولي عامة اكتر من خمس وثلاثين وما جبناش سيرة السكر اصل فالاجابة معانا لو كان كاتب لك فوق الخمس وستين كانت ماشي بس هو كاتب لك فوق الخمسين فقط يعني الراجل ده او علشان نعمله التست ده لازم يعدي سن الخمس وستين هو لسه صغير على الكلام ده ماشي والله اكتر نوع مشهور في المصر هو البرست كانسر ولو لاحظت في الملخص انا كاتب لكم بيرست كانسر بيبقصين نجمة على الايجب ده اللي مشهور عندنا في مصر حتى اسأله خمس وستين عام ايوة فعلا اللي جابة وبرضو بنعمل لهم على الاساس اللي احنا نشوف كسافة عضمهم هل هي ضعيفة ولا لأ او ندي لهم فيتامين دي يقوى العضم برضو احتياطي عشان ميحصلوهم شامل او اي كاسر تاني بجسموه النيوموكوكل بديديها عند كام عام خمس وستين او اكتر اتفقنا على ده حلينها قبل كده والله لو واحد عنده كولسترول عالي ده كولسترول يدخلنا في ضغط عالي او ده كولسترول برضو وحب يدخن اكيد التدخين ده دخل في كل حاجة لكن انه هو يستنش يدخل ده في ارتفاع ضغط ارتفاع ضغط الدم اللي جابه معنا دست انهلاشا قلناها اكتر حاجة ممكن تسبب او تدخلك في موت هو التدخين هيؤدي الى مرض ومن المرض الى كومليكيشن ومن الكومليكيشن الى موت هنمشي في المراحل بتاعتنا احنا منسأل هنا في ايه في الموست كومن ريسك فاكتور هيدخلك اللي هو سموكيشن يدخلك في مرض يدخلك كومليكيشن يؤدي الى الموت بيختلف من شخص لشخص الامراد بتاعته والكومليكيشن بتاعته اي سكرينج اكيد بيتعمل للناس اللي ما عندهمش سمتومس ده اللي احنا درسينه دلوقتي بس ممكن عادي يتعمل اللي عندهم سمتومس المهم ان الكلوريكتر كانسر ده خمسين رقم محافظناه عامل زي المامو جرام كده فوق الخمسين لو اللي احنا نعالج بالدروجز وان احنا نعمل كونسلينج ونعلم العيان ده ما نكون نستخدمها كبرايمير بيرفينشن نمنع ريسك فاكتور او ترشير بيرفينشن نمنع المعلومة دية انا عارف ما كتبتها لكمش في الملخص ونكتبها دلوقتي اهو هتعمل هناو كده لو انت طبعت الورقة فيش مشكلة هديك فورس كمان تاخد سكرينشوت انا عارف انك كنتش مدرك اهمية السامري دي المهم بتعمل هنا اقسة او نسبة الوفاة خمستاشر ليه تلاتين في المية والكلام ده مذكور في الكتاب بس انا بجمعه لك هنا عشان هو الاهم ماشي فالاجابة معنا ايه مش عايزين الارقام الكتير هتلغبطك عن المهم واللسه هتلاقي في حفز كتير في الايام اللي جاية والدروس اللي جاية فعلاز ما انتمشي على الملخصات احنا عارفين ان هما يعني معلوماتهم اقل فممكن يحصل لهم حوادث او الميدل ايج دول متهورين فيحصل لهم حوادث فيموتوا منها هل كل عمل التغيرة ممكن تتغير? لا في بعض مسلا العمر هو ميل ولا في ميل؟ لشنغيرها خلاص ده على حسب جيناتك ودي بتؤدي لك فعلا انك تاخد امراض معينة فالاجابة معانا فولس اتفقنا عليها الف مرة الكارديو باسكور ديزيز نفتكر اي بي سي دي اس يبقى التغيرة الاولين صح اللي جابة الاخيرة هي لو كان التحليل اللي احنا بنعمله على جروب كبير من الناس غالي يبقى كده هنخسر فلوس كتير فمش هنعمله فمش يبقى فعال بالمقاردة ده العيام بس اللي نروح ندفع على علاجه افضل دي معلومة عرفوها دلوقتي وعارفين هكتبها لكم ازاي هكتبها لكم هنا كده وبعد كي هطلع كلمة بي بي منها يعني اللي سيكشوالي اكتف بيسيك انه يحصل على تشايلد حلو الكلام ديدي له فيتامين او هباطايتس بي فيكسين عشان ده سيكشوالي ترانزيميت الدزيز ماشي ننزل لتحت يبقى كده لي علاقة بالفيسيس في اي حاجة فيك الفيكل ماشي ولسه واخدين ان الكلوريكتر كانسل اكتر من خمسين عامي يعني اكتر من خمسة واربعين برضو صح يبقى كده الجابتين صح وفاكرين الاختصار اللي هو فوبت اللي كاتبته لك هو مختصر من الكلمة او التست ده المهم الLDL او نسبة الدهون اللي عندك او الكولسترول اللي عندك في الدم مش هتأثر على الكنسر هل هتؤدي الى كانسر او لأ مفيش علاقة حتمية ما بينهم فعشكي النات ريكماندد وتستي الى عندهم اكتر من خمسين عام بنعمل لهم مامو جرام على المامر جلاند بتاعتهم البريستات يعني عشان البريست كانسر اكتر سبب مشهور للموت ديوتو اللونج ديزيز يبقى ده ولو مش مكتوب عنا في الموخص اكتبه اكتر من خمسة وتلاتين عام يا ترى ركزوا معي الارقام احن حافظينها اكتر من خمسة وتلاتين عام يبقى كولسترول على طول فالاجابة معنا كولسترول عشان الاكل دلوقتي بيرفع نسبة كولسترول في نسبة او عامة الشعب السؤال ده ده كاترة معاكم تلات سوان يتوقفوه وتحاولوا تجاوبوه بنفسكم تمام؟ تلاتة اتنين واحد وقفت عرفت الاجابة ممتاز اوه بصوا الاجابة هي الخيار ده ليه؟ نكراه مع بعض اولا هنا بيسألك ايه اللي غلط عن البرفنشن؟ هعرفين البرفنشن ليه ثلاثة ستيجس بيقولك لو احنا عالجنا اللي هو يعني هل ده ما تركز معه وتفتكر كده بص احنا لما نعالج ده لانه ده المرض اصلا طب لو كنا هعالجنا مسلا ده فعلا وحشان كده ده كاترة هديك فرصة اخيرة تاخد للملخص اللي قدامك ده وبعد كده هقفل معاك مش هقفل معاك لكن هشوف بقية الاسئلة تمام؟ معاك تلات سواني تلاتة اتنين واحد ممتاز اوه الانيوال فاكسين هو الانفلونزا ده السنوي لكن اكتر من خمسة وستين عام نيوموكوكل والباقي على فكرة برضو مكتوبين عندها في الكتاب بس دول اكتر حاجة بتسيل عليها اللي عنده خمسة وستين لخمسة وسبعين عام وسموكر معلومة زكرتها لكش في الملخص لكن هنعمله عشان نشوف الابدومنال انيوريزم اللي عنده اللي هو امتداد للاورطة او للبطن فهنعمله عشان نشوفها اللي عنده امتداد بسبب التدخين بتاعه ولا لا هو كبير اصلا في السن بس مش هنجي على السن ده وتشوف عنده سكر او هيبطايتس سي ولا لا او بي بي دي اللي هي البيوروفايت بروتين ديريفتف حاجة كده تابعة تي بيه المهم مش هناختلف سؤال زي دا يعتبر صعب بنا اعترف بيقول لك واحد بيقول ان الكنسر اكتر حاجة بتؤدي للموت لأ ركز كده معي هو ما قالش اكتر حاجة قال انه واحد من الحاجات ما قالش الكومونست فالاجابة معانا true ليه؟ لانه رحت كده عالكتاب هتلاقي كاتب لك five leading causes of mortality للموت منهم الهارت diseases ومنهم المالك ده نينوبلاسم اللي هي الكنسر يعني ومنهم واللي جوابنا عليها سؤال على فكرة فالمعلومة دي مهمة قوي السطر ده كده سألنا فيه ثلاث اسئلة حد دلوقت شفت الاسئلة بتتكرر ازاي ودي متحانات على فكرة من سنين مختلفة الملخص يعني جيبك من اخر الحمدلله بالتفكير المنطقي وبدون يعني ما تشد حيلك الاجابة true لان اللي بيكبروا عند سبعين سنة نسبة الجلاطات عندهم بتزيد فبيدخلوا في ستروك او ساكت دماغي او ساكتك قلبي ماشي عشكنا بديهم اسبريم برد عشان يعمل لهم سيولة في الدم يعني مامو جرام هتتعامل مع الفيميلز اقل من خمسين عام مع ريسك فاكتور انا كاتب لك مامو جرام اكتر من خمسين عام تمام بس سيسناء لو هي اقل من خمسين وعندها فاميلي هستوري لأ على طول هنعمل لها مامو جرام عشان ممكن تكون ورسة من امها مثلا او جدتها الباب تست كاتبته لك في الملخص ده بنستخدمه عشان نتكت بناخد عينة كده من ونحللها الاسبرين تمام ده دوا بيمنع التجلط لكن برضو مذكور انه بيمنع من الكنسر كولون ريسك فاكتور وبصوا هنا باب ميد كاتب للك ايه ودي طبعا او ده موقع مشهور جدا بيقولك انك لما تاخد اسبرين بيمنع من الريسك انك تدخل في كولون كانسر بس ده طبعا للناس الكبار في السن شوية انت ما تاخدش اسبرين في عمرك دلوقتي ابدا الا لما الدكتور يكتبه له ماشي هل من اللي احنا نعمل اللي احنا نعلم المريض نستشيره ان احنا نعلمه وان احنا نعمل نعمل وقاية بالادوية اه ده فعلا للصح خلصنا كده ولله الحمد يا شباب حاولت افيدكم قدر الامكان وانا اعتبر في نفس الموقف معاكم اه دخلنا في النصب بين الانترينال ميديسن وحللنا الاسئلة المشتركة وعملنا الملخص اللي هيجيب لك من الاخر بدل ما تحفظ الكتاب بارقامه كتيرة انت هتعمل ايه هتقرأ الكتاب بعد كي هتحفظ الملخص ده وما فيش دعنك تحل اي سؤال بعد الفيديو ده تمام انا واخد لك نص الطريق ومسهله لك عالاخر فنحمد الله عز وجل ازا عملت سبسكرايب او نشرت الفيديو يبقى جزاك الله خيرا من قناة يام نوتس اخر ودعوانا عن الحمد لله رب العرش العظيم